اشتركوا في القناة لما تحمل الفلتر بيظهر لك بالطرعة دي تمام قل عليك انك هتفك الضغط بستخدام برنامج الرار تمام او ما اتحمل الملف هتدوس على هتعلم عليه تعلم على ملف وتدوس على كلمة share وبعدين تفتحه ببرنامج الضغط زهر لك شاشة اللي هتفك في الضغط كل عليك تفعله انك تزغط اوكي تمام هتفتح الملف هتظهر لك الصغطين او الطريقتين الطريق اسهل والاسرع هي اللي هي ملف اللي هي صورة تمام بالطريقة اسهل كل عليك عشان تحطها على برنامج اللايت روم انك هتعمل حاجة اسمها share الملف وتوديه لبرنامج اللايت روم وعما يبقى ازار لك الرسالة دي كده ان الصور راحت على برنامج اللايت روم كل علينا نحن هنفتح برنامج اللايت روم نعمل all photos تمام ونفتح صورة او ما تلاقيه قدامك وتنتظر شوية الى ان يتم تحميل الصورة على برنامج اللايت روم وازاي عرف ان الصورة تحملت انك تقدر تغير او تعمل edit على الصورة تمام او ما تقدر او ما تلاقي الصورة تحملت كل لك انك تعمله انك تعمل create للبريسيت وتحط اسم بريسيت خاص بك وتعمل save كده هنكون انتهينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اعزائنا مشاهدة الطريقة التانية هي ان انا هنسخ الملف اللي موجود فيه اعدادات الفلتر وحطه جوه برنامج اللايت روم كل عليك ان انا جاء ما قلت هنسخ الملف وافتح او المورد الداخلي بتاع التليفون بعدين اخش على الاندرويد بعدين على الدياتا الان افتح البرنامج ملف البرنامج بعدين الفايلز بعدين الكرسل بعدين الاصفار بعدين البرفايلز بعدين السيتنجز بعدين اليوزر ستايل مجرد ان انا بغبست انا كده نقلت ملف طبعا هيصار لي الصورة ديات عشان انا نسخ الملف او ملف عندي موجود فاعمل skip تمام دلوقتي هفتح برنامج اللايت روم وال بعد ما فتحت برنامج اللايت روم واخترت الصورة اللي انا عايز احطها على فلتر هروح على صفحة البريسيتز تمام? هتدور على الفلتر مش هتلاقيه عشان تشو الفلتر او تظهر الفلتر كل عليك انك هتدوس عساة اللي جنب كلمة تنزل تحت خالص لكلمة يوزر بريسيتز ام ما تفتحها هتلاقي الفلتر امامك طبعا عشان انا حاطت فلاتر كثيرة في اليوزر بريسيتز فهتطر اسف ان انا هدور على الفلتر خاص باقي وهو اسمه يولو وورم يولو بريسيتز الفلتر ده كده يكون انتهينا من الطريقة التانية الخاصة بتفعيل الفلتر اللاتروم دلوقتي احاولوكم مميزات ال DNG و مميزات ال XMP كل واحد ليه ميزة عن التاني ميزة ال DNG للطريقة الاولية هو انك تقدر تنسخ الفلتر بطريقة اسرعة تمام انك تحط الصورة في اللاتروم وتنسخ اللاتروم او تكاريت اعداز اللاتروم تمام فبتندي معك بسرعة تمام اه اما ال XMP التانية هي ليه ميزة لو حتبعت اكتر من فلتر يعني في ناس بتنزل في اللاتر ما سمية فلتر ومتين فلتر ده مش بيحتاج ال DNG لان في الوضع ده ال DNG صعب ياخد وقت على ما تفجل كل ممتين فلتر ال XMP سريع وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة لو في اي مشكلة او اي ملاحظات ممكن تقولها ليه في التعليقات تحت وانا وانا تحت امركم وحطوكم رابط الانستجرام ده الرابط الشخصي للقناة متواصل بيه على طول امام ونستجل لايك والشير ومتابع اشتركوا في القناة